مين فيكم يا بنات؟ هتروح تصحي تيتا عشان تفتر معنا انا يا بابا هروحي صحيها تيتا يا تيتا تيتا كريمة يا تيتا كريمة اسحي عشان تفتري معينا يا تيتا تيتا بابا يا بابا ايه يا نادة يا حبيبتي فيه ايه؟ تيتا كريمة بصحيها مش بترد علي ايه؟ بتقول ايه؟ ماما يا ماما اسحي يا ماما يا ماما يا ماما هي طاند يا طاند اسحي انا مش مستطع ان انا مش هشوف تيتا كريمة تاني وانا كمان دي كانت بتحكيلي قصص وحكايات حلوة خلاص يا بنات احنا ندعي لها بالرحمة مش شايفين بابا قاعد زعلان ازاي ومنهار يا حبيبتي يا ماما هتوحشيني خلاص يا اكرم اه دا اجالها وهي كانت طيبة ولا بتأذي حد ولا ظلمت حد وان شاء الله ربنا هيرحمها ويدخلها الجنة كلنا لازم ندعي لها بالرحمة ومحدش انساها يا بنات اكيد يا بابا عمرنا ما هننساها ياه انا عطشانة قوي اما انزل اشرب هو ايه صوت الخط اللي في قودة تيتا دا دا البيت كله نهيب ممكن يكون بابا هو اللي قاعد في قودة تيتا شوية اما ادخل اشوف ايه دا هو فيه ايه هي سارة ملها سارة ايه دا يا سارة مالك فيه ايه انتي انتي نادا ايه يا سارة مالك فيه ايه وايه اللي حصل استنى ما نور النور ها حصل ايه انا سهيت من النوم عطشانة نزلت اشرب وانا راجع سمعت صوت خط وحركة جاي من قودة تيتا فتحت الباب لقيت شبه اسود قفلت الباب بسرعة وطلعت تجزي على هنا ايه اللي انتي بتقوليه دا يا سارة انتي اكيد بتحلامي لا انا متأكدة ان انا شفت الشبه زي ما انا شايفاك كده طيب خلاص تعالي ننزل مع بعض نفتح القودة ونشوف فيها حاجة ولا لا لا انا خايفة مش عايزة حتى عدي من قدامها اكيد انتي كنت عايزة تنامي ومش فيقة ودي تهيئات طب خلينا ننزل نشوفها الصبح اما النهار يطلع وبابا وماما يصحو طيب خلاص نامي تسبحي على خير وانتي من اهل الخير يو انا مش جاي لنوم انا حسن في كبوس يارد يطلع كبوس وصحة منه يو بقى مش عارفة نام يو هو انا حافظة لعن ونام ونام وقعن اعمل ايه بس انا عايزة نام سارة يا سارة يلا اصحي اه اه مين مين ما تخافيش يا سارة انا معرفتش انام يا نادا طول الليل من الراب اللي انا كنت فيه طيب خلاص النهار تلم تعالي ننزل عند بابا وماما نحكي لهم ونفتح القودة معاهم ماشي يلا بينا صباح الخير يا بابا صباح الخير يا ماما صباح الخير يا حبيبي مالك يا سارة مخضوط ده ليه كده ولونك مش عجبني اصلي يا ماما نادا ما نمتش طول الليل ليه يا حبيبتي ما نمتش طول الليل يا حبيبتي اكيد زعلانة على جدتها لا يا ماما دي كانت نزلة تشرب بالليل وسمعت صوت جوة قودة تيتا دخلت تشوف في ايه تلاقيت شبح اسود وطلعت تجري ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا نادا حصل الكلام ده فعلا يا سارة ايوة ايوة يا بابا حصل وقفلت الباب وطلعت اجري على قطي وما صحتنش لي يا سارة اصلا كنت خايفة يا بابا روحت استخبت في السرير وغطيت وشي بالبطنية طيب يا بنتي انا هروح افتح القودة واشوف في ايه فيني يا سارة بقى الشبح مفيش حاجة اهو يا حبيبتي دي تهيقات من حزنك وزعلك على جدتك لا يا ماما انا متأكدة ان انا شفت طيب تعالوا نفتر الاول وبعدين نشوف حكاية الشبح ده يلا يا بنات اهو يا سارة مفيش حاجة بس انا متأكدة ان اشوفته يلا كله يا بنات بابا قودة ديتها بتنور قودة دفي النور بيفتح ويعفل لوحده اكيد الشبح هو اللي بيعمل كده خلاص يا سارة انا هقوم اشوف النور ماله اهو يا ست ولا شبح ولا حاجة اللمبة كانت بايزة وبتتحرق اش معنى بقى اللمبة عملت كده دلوقتي يا سارة انا هغير اللمبة ومش هيحصل حاجة ولا نور يطفي ولا ينور خلاص يا سارة بقى شيري الافكار دي من دماغي يلا يا بنات اصبحوا على خير ادخلوا نموا بقى واحد ريتك من اهل الخير يا مام ايه ده ايه صوت الخبط ده اما روح ابصت على البنات جايز يكون باب القضاء مقفوله مش بيتفتح اما روح اشوفه الله ما البناتنا يمين اهو اما ايه بقى لا ده الصوت جاي من الدور اللي تحت جايز يكون حد بيخبط على الباب اما انزل اشوف الصوت ده جاي منين ايه الصوت ده ما اقول تكون سارة بتتكلم صح وشافت حاجة جوه القوضة لا 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 اكيد كل دي اوهم طبعا واكيد الصوت ده من عند الجرين هو واصل اللي عندنا هنا انا هدخل اشوف القوضة فيها ايه ايه خبر ايه صوت الصريخ ده ايه صوت الصريخ ده ماما ماما نوال فوقي يا نوال كباية مية بسرعة يا بناتلي ماما اشرب يا نوال اشرب شفتها يا اقرأ شفتها هي مين يا نوال دي اللي انت شفتيها شفت الشبح بتاعت مامتك في القوضة وانت ايه اللي نزلك تحت لوحدك يا نوال بالليل بس وانا كنت نايمة صحيت على صوت خب وبعدين افتكرت قط البنات بيفتحوا الباب ومش عارفين يفتحوا لقيت الصوت جاي من تحت نزلت اشوف في ايه سمعت الصوت جاي من القوضة رحت اشوف القوضة وبفتح الباب لقيت الشبح في وشي خلاص بقى انا هقفل القوضة دي بالمفتاح عشان محدش يفتحها ولا يدخلها اما شوف بقى ايه قصة الشبح دي خلاص انا كده قفلتها محدش هيرا في يدخلها اما شوف بقى ايه الحكاية خلاص انا قفلت القوضة تدقتوني بقى اما قلتلكم ان شفت شبح طيب هو الشبح ده عايز ايه وبيظهر ليه خلاص يا بنات انا عايزكم تنسوا الموضوع ده خالص يلا طلقوا نعموا واحنا هيجي لنا نوم ازاي انا غلطان ان ما صدقتيش من الاول هو انا هيجي لنا نوم ازاي بس ده انا هفضل قلقانة على البنات كمان لا لا هيدي تهيوات ولا ده بجد اما او منور النور بسرعة يا اكرم يا اكرم اسحى اسحى يا اكرم ايوة يا نوال فيه ايه يا اكرم انا شايفها دلوقتي بتروح وتيجي في القوضة اما بطف النور بتزهر ولما بينور بتختفي اهو انا طفيت النور اهو مفيش حاجة ظهرت ليه اكيد دي تهيوات يا نوال يلا تعالي نامي سارة يا سارة تعالي يا سارة عايزاكي انزلي تعالي تعالي يا سارة هي سارة راحت فان ليه مش نايمة في الزرير جايز تكون نزلت تحت أما نزل أشوفها وخليها تطلع تنام بدل ما تخاف زي كل مرة هي يا خبر دخلت القطة بتاعت دي ده هاي ازاي دخلت يا بابا يا بابا يا بابا اسحى يا بابا هي ايه يا ندا هي ايه دي الليلة اللي مش هعرف انام فيها دي خالص ايه خير شفتي حاجة انت كمان لا يا بابا انا شفت سارة صحيت من النوم ونزلت دخلت قطة تيتا انت بتقولي ايه ازاي دخلت والمفتاح معاي ده انا قافل القطة كويس وانا متأكد معرفش بقى يا بابا انا شفتها بعيني دي وهي دخل القطة والباب تقافل يلا يا اكرم نلزل نشوفها بسرعة ما الباب مقفولة هو ازاي فتحت ودخلت والباب مقفول بالمفتاح مش مشكلة يا اكرم افتح بالمفتاح بسرعة انا عايزة بنتي حاضر يا نوال ازايك يا اكرم انت انت مين انا سارة سارة فوقي يا سارة فوقي فوقي يا بنتي اقلعي النظارة دي وايه اللبس اللي انت لابسات ده انت زيها عملت في نفسك كده تعالي تعالي طلعي برا فوقي يا سارة اصحي ايه ده هو احنا واقفين كده ليه واقفين هنا احكيلي يا سارة ايه اللي حصل انا صحيت على صوت تيتا وهي بتنادي علي وبعد كده نزلت وقفت قدام القوضة ومحستتش بقى بنفسك مش عارفة ايه اللي حصل اقلوا بقى معي نفضي القوضة وناخدها على الجنينة ونحرقها انت متأكد يا اكرم من اللي هتعملوا ده ايه اسمعوا الكلام بس وتعالوا معي نفضي القوضة ونظفها معقول يا اكرم ده مش هيخلي الشبح ده يظهر تاني لا مش هيظهر تاني لاننا هغير لون القوضة وهنقعد فيها وهنقرأ فيها دايما القرآن ايه رأيكم بقى في القوضة ما غيرنا الوانها ودي كراتها وفرشناها من جديد بقت حلوة قوي يا اكرم القوضة بقت حلوة قوي وشكلها يختلف خالص يعني كده الحاجات اللي كنا بنشوفها مش هتظهر تاني لا خلاص ان شاء الله مش هتظهر تاني ادعو بقى لتيتا الله يرحمها الله يرحمك يا تيت الله يرحمك يا تيت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا